بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة التي ستعقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض يوم غد الخميس وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيزال سعود أمير منطقة الرياض ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمير العام لمجلس التعاون الخليجي وسعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين السعوديين وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بالتصريح التالي يطيب لنا ونحن نصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن نعرب عن سعادتنا البالغة للالتقاء مجددا بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبدالعزيز السعود حفظه الله تعالى ورعا وبأخوتنا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله جميعا والمشاركة في القمة التي ستعقد مع فخامة السيد بارك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تعكس بصورة جلية المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين وتؤكد مدى النجاح الكبير الذي يحققه نهج الحوار واستمرار التشاور هي لكل ما يهمنا من قضايا وموضوعات إلا هذه القمة المرتقبة بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة السيد بارك أوباما تأتي استمرارا للجهود الدؤوبة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لأجل خير جميع دول المنطقة ورفهية أبنائها وذلك بالتواصل والتنسيق مع جميع الأصدقاء ومع القوى الفاعلة والمؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك إيمانا بأن المزيد من التعاون البناء بين دول العالم هو السبيل الأقوى للتغلب على ما يواجهنا جميعا من تحديات وما يحيط بنا من مخاطر والوصول إلى ما نصب إليه من استقرار وأمن دائمين إن دول مجلس التعاون اختطت لنفسها خطا واضحا في علاقاتها الدولية ورسمت أطرا محددة للتعاون مع جميع دول العالم يقوم على الشفافية في الطرح والمصداقية في النقاش والبحث والحسن في وضع الحلول وفي مواجهة جميع التهديدات التي تحيط بدولنا وتؤثر على مستقبل شعوبنا والحرص على إنجاز كافة الخطوات التي من شأنها الانتقال بدولنا إلى مكانة أكبر تأثيرا وأعظم شأن في المحيطين الإقليمي والدولي وإحلونا الأمل بأن تسفر هذه القمة عن نتائج في مستوى التحديات بالغة الخطورة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة وبداية لتطورات إيجابية تسهم في تثبيت ركائز الأمن والسلم في المنطقة بما يضمن تحقيق تطلعات شعوبها في التقدم والرخاء وفي ظل التقييد التام بمبادئ واضحة ومحددة من أهمها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة كافة القواعد والقوانين الدولية سألنا الله العلي القدير أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح رفقت العاهلة المفدة السلامة في الحل والترحال هذا وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي السيد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة وكان حضرة صاحب الجلالة قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من هذا اليوم ليترأى الجلالة وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة التي ستعقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض يوم غدا الخميس اشتركوا في القناة